اشتركوا في القناة من الجهات الحكومية هذه نحزم وحدة بها هذه هنا تربط بالعدل نحط هنا الثنتين كده ما تحل ولا تسوي تشيل على البقير وتمشي لنزل تقول كده تطيح العدل كله هنا تصنيع العطورات البقورات والخمريات الجسم واللوشنات عندك العطر اللي يطلع منه اللمسة هذه وطلع منه اللوشن والعطر اللي هو هذا الزيته وطلع منه البقور زي هذا وأنفاسك الدخون بعد ضلع منها المرش وطلع منها البقور وطلع منها العطر واللمسات هذه كلها منها القمرية والعطر واللوشن لخت فريال هزيم الرويلي أحد المشاركين في معرض الأسر المنتجة مشاركة تمثل وزارة الصحة أحد المراكز الصحية تضعونا في صورة هذه المشاركة أهلاً وسهلاً بكم حياكم الله طيب أنتم عارفين أنه حنا المركز الوحيد اللي مشارك هنا طبعاً كل التقدير والجهود نشكر وزارة الصحة على أنهم يسمحوا المركز المعاقلة يشاركوا بمهرجان زي كده الأول مرة يصير بسكاكل جوف وحنا حملتنا قائمة على تدشين حملة الانتلونزا بالشتاء بيعت الحملة هذه هي أنها الحملة هذه مصرح بها لجميع فئات العمر وجميع الأمراض اللي معاهم مرض القلب معاهم مرض الكيلة معاهم مرض الربو الأطفاء مين كمان يعني مصرح لجميع الفئات معادي في فئتين ما يخذونها اللي معاهم حسسية من نفس الحملة أو من البيض أو الموز هذه ما تصلح لهم نهائي تساهم جمعية الملك عبد العزيز النسائية الخيرية في خدمة هذه الأسر طوال العام حيث يشكل المهرجان أحد أوجهي هذا الدعم مهرجان الأسر المنتجة التاسع يشمل 314 مشاركة تم الاعداد لهم في جمعية الملك عبد العزيز النسائية الخيرية باحتماء ومريعاية من صاحبة السمو العميرة سارة بنت عبد الله رئيسة الجمعية والجمعية تدعم الأسر المنتجة المنتجة سنويا وتسجلها في الجمعية الخيرية كذلك في مهرجان الزيتون ومهرجان التمور وأي مشاركة محتاجة من الأسر المنتجة تسجل في هذا المهرجان ما يخص جائزة سمو الأميرة سارة للأسر المنتجة ودعمها لهذه الأسر الجائزة صراحة كانت لها دفع قوية في تحسين الإنتاج وفي إقبال المشاركات كذلك وفي مسار الاحتياجات الخاصة شهدنا إقبال كثير من مركز التربية الفكرية مركز التأهيل الشامل جمعية الأطفال المعوقين جميع هذه الفئات شاركت وهذه الجائزة شاركت في الجائزة وحصلت العام الماضي على جواز يعمل المسؤولون أن يشكل المهرجان باب رزق ومنفذ تسويقيا لهذه الأسر مستقبلا لبرنامج حياتنا عمر الويلي الجوف